مالي نعرف أن النظام في مالي نظام انقلابي ومدعم من أطراف خارجية وتصريح نائب وزير أو نائب الوزير الأول تصريح مستفز تصريح ساكت غير مقبول أقول للمحسن أحسنت نقول للمحسن أحسنت عندما يحسن ونقول للمسيئ أسات عندما يسير وزير خارجية الجزائري عطاف أحسن وقال كلمة فقيلة ورزينة وحكيمة طبعا مقدمة كانت شوية قاسية ولكن نهاية أو خلاصة القول وزبدة الكلام أنه لا نريد فتح مشاكل أو صراع أو خلق أي أزمة معه مال لا نريد بالرغم أنه يعني بالنسبة لينا عطاف كان ديبلوماسي كان حكيم يعني قدم العصى والجزرة أرد بالك الكلام اللي قلتوا رأيه قبيح ما نقبلوهش وإذا كانت حوص على طريحة نعطوك طريحة لكن في نفس الوقت نقدمونك الجزرة أنه ما نشعب بالمشاكل نريد حسن جوار نريد علاقة طيبة مع مالي مع النيجر مع كل دول الجوار لا نريد مشاكل لكن إذا أصريتم على خلق مشاكل نحن لها نستعدين إذن الرد كان رد بصراحة قيل حكيم ديبلوماسي وممتاز رد وزير الخالجية بصراحة أنا عجبني ممكن كان بعض اللي ما عجبوا مش أنا عجبني سمعت رد وزير الخالجية عطاف عجبني كلام رزين حكيم والكلام فيه الدودوة فيه الدودوة يعني فيه العين الحمراء وفيه تبسيمة حبيتوا أراهوا أراكم أرامي طبعوا فيكم على رأسكم يعني معنى لهم أن هناك أطراف تريد استعمالكم وتريد استغلالكم واستغلال الأزمة التي تعيشها مالي لخلق مشكل مع الجزائر لكن إحنا لا نريد مشكل مع مالي ولا نتمنى أن تتعكر العلاقات الجزائرية المالية نعم لا نريد خاصة إذا علمنا وتأكدنا أن ما قاله نائب الوزير الأول هو كلام واذنه قالوا له قول خاصة لما قلنا أنه كان عندهم لقاء مع بوريطة وزير الخالجية المغربي اللي هو ناطق رسمي باسم تل أبيب نعم ناطق رسمي باسم تل أبيب وكان حاضر في نيويورك باسم المغرب وتل أبيب تنسيق أمني واستخباراتي وسياسي وقالنا نحاول نخلق الجزائر بؤرة توتر وأزمة ونفتح لهم نافذة مع مالي والأزمة ونفتح لهم نافذة مع مالي والأزمة ونفتح لهم مشاكل الأزواد يعني هذا هو الهدف الهدف هو أحب أن يفتح لنا جبهة مع مال ونحن لا نريد ولا نتمنى ولكن إذا فرضت علينا نحن جاهز يعني رانا كي نقوله هكذا مع نتمنش خايفي رانا نقوله ما نشحب بالمشاكل لكن إذا كان لكم تصرون الحاحن على خلق مشاكل تحملوا مسؤوليتكم نزيدون عاودوا ما نشحب بالمشاكل مع مال هذا بالنسبة لرد وزير الخارجية وهو رد ديملوماسي رد جريدة الخبر وجريدة لسوار وممكن جرائد أخرى أنا شفت لسوار وشفت الخبر اللي ردوا نفس الشيء بصراحة أنا ركز على الخبر لأني انتقدتم آخر مرة نفس الشيء أنا عندما أخطأت جريدة الخبر والمقال جاه مكتوب من خارج الجريدة قلت فيهم كلام قبيع لدرجة أنني كنت قاسي معاهم وكنت قبيع معاهم وكان لابد لكن اليوم بصراحة نقول أنهم أصاب قالوا كلام مقبول ومنطقي وكلام حكيم اللي قالوا حكيم اللي قالوا حكيم وكلام حكيم بصراحة أوكي إذن نشوفوا أول العنوان عندما يلوف خطاب انقلاب قاعة الأمم المتحدة الخطاب شوية قاسي بس صح معلش شوية قاسي نروح الآن للمقالات مقالات كهي المقال مسعود دكار اللي هو اكتب هذا المقال وهذا العنوان عندما يلوث خطاب انقلاب قاعة الأمم المتحدة صراحة المقال متوازن ومقال مقبول جدا وهو مقال كتبه حكيم مسعود دكار نعم المقال كتبه مسعود دكار هنا علماً وأنه مسعود دكار هو نفس الشخص اللي أمضى على مقال السفير الإماراتي وانا انتقدتوا لأنني كنت متأكد أنه المقال مهوش من أفكار ولا قناعة مسعود دكار يعني أي صحفي محترف عنده عنده جزء من كم يقولك الناس من واجب تحفظه المسؤولية تجاه المهنة انتاعه وتجاه وطانون هيكتب هذا المقال الذي ضد السفير الإماراتي بهذا الحدة وذلك الكلام ساقط وعوض نقوله السفير نقوله الشرير هذا كلام واحد مبتدئ في الصحافة واحد ما عندهش علاقة بالإعلام واحد ما عندهش علاقة ب أخلاقية المهنة ورطوا مسعود دكار طبعوا على رأسه وقالوا ومضيفيهم ضافيا لا علاقة له بموضوع اليوم أما مقال اليوم هو مقال لصحفي محترف ونتأكد أنه لمسعود دكار نفس الشيء بالنسبة للمقال الثاني اللي هو ريضا شنوف لا تعضوا يد الجزائر الممدودة نفس الشيء كلام في الصميم ومقبول جدا كذلك مقال لي جمال أو ريضا جمال شنوف هذا جمال ريضا شنوف هذا يلي كان أو لا هذا جمال في النيش جمال في النيش هذا جمال في النيش اللي مقال بصراحة نفس الشيء الكولونيل مايقا يخطئ الهدف جمال في النيش مقال نفس الشيء في الصميم مقال ريضا شنوف كذلك ومقال مسعود مذكر كذلك إذن كان كلث مقالات في نفس الموضوع اللي هو الرد على الوزير الأول المالي مقالات صحفية بامتياز يعني صحفيين محترفين وكلام موزون وكلام حقيقي ردا على الوزير الأول عندما قال أنه سيعدون في الثورة رد عليه واحد من الصحفيين أنه أفهم روحك الجزائر أنها تحمي مالي وتحافظ على أمن واستقرار مالي لأن أمن واستقرار مالي أو النيجر أو ليبيا أو تونس أو موريطانيا أو أي دولة أو المغرب هو من أمن الجزائر إلا من رفض استقرار الوضع في مالي هو استقرار الوضع في جنوب الجزائر وفي الجزائر ككل إذن لا نريد مشاكل مع مالي والمقالات التي نشرتها جريدة الخبر مقالات في المستوى تعبر عن موقف ورأي معظم الجزائريين خاصة المهتمين بالشأن السياسي الإقليمي والدول إذن نقول للمحسني أحسنت ونقول للمسيئي أسات هذه المؤامرة التي تتعرض لها الجزائر وهذه الأبواق الخارجية وهذه النقيز والهميز التي يجينا من أطراف بما فيها هذا نائب الوزير الأول المالي تحركها مخابر أجنبية شيء معروف تحركها مخابر أجنبية لها أجندة لها مخطط لها عملاء لها خوانة ولها كلاب ظالة مشردة للأسف الشديد من بين هؤلاء الخوانة والعملاء وهذه الكلاب المشردة نجد بعض الجزائر نجد الثعبان الأقرع ونجد الشيطان الرجيم من الليلة نسميه الشيطان الرجيم سنجلوها عندهم أنوار مالك شيطان أنوار مالك شيطان رجيم يتقلم كي الشيطان مع المغرب ومن بعد كي يدور على المغرب ويكتب عليهم بعد كي يعود يرجع عليهم مع السعودية وبعد يكتب علي السعودية مع تركيا وبعد يدور على تركيا مع قطر ما عندهش موقف ما عندهش موقف شيطان رجيم إذن من اليوم أنوار مالك أنسوا اسمه أنوار مالك اسمه الشيطان الرجيم إذن عندنا الشيطان الرجيم أنوار مالك عندنا الثعبان الأقرع زيتون عندنا رقاص العيون هشام وعندنا وليد ملكا ومعرف وليد ملكا أنا اللي هموني بالدرجة كبيرة هم هذو ثلاث رقاص العيون الثعبان الأقرع والشيطان الراجل لماذا هذو؟ لأنهم نخبة الخوانة مثل ما قلت لأنه عدنا الخوانة نوعين كي نخبة الخوانة حبينا ولا كرهنا نخبة يعني اللي كان ضابط في الأمن أو كان ضابط في الجيش أو كان ديبلوماسي هذا نخبة ولكنه خائل إذا نخبة الخوانة وكي الحوثالة الخوانة اللي هما هذو تعمل شوارع هذو المياه القادرة والمستنقعات اللي تبعوا المنبس الداخلية هذو لكن مرة على مرة لازم نعطوهم صفحة إذن ركزوا على نخبة الخوانة اللي هما مثل ما أذكر نخبة الخوانة منذ مدة وانا نقول لكم شوفوا تهجمهم الممنهج تهجمهم الممنهج ضد المؤسسة العسكرية والأمنية وداخل المؤسسة العسكرية والأمنية عندهم أسماء بعينها عندهم ناس معينين قال جنرال الفلاني العقيد الفلاني الرائد الفلاني عندهم أسماء شو كوني أعطيهم للأسماء أعطيها لهم العدو العدو شوكرا لكم